إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ وَسَلِّ وَبَارِكَ وَعَلَى أَسْرُفِ الْعَرْبِ وَالْعَجَةِ وَإِمَامِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْحَرَبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ وَازِدْهُ يَا رَبِّ صَلُفًا وَكَرَمًا وَمَهَابَتًا وَتَحْظِيمًا السلام عليكم ورحمد الله ورداده السلام عليكم أسهد أن لا إله إلا الله أسهد أن محمد الرسول 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 الله الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله أسهد أن محمد الرسول 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 الله حقا قدره ومن قدره النظيم أما بعد فايا يهل الحدرون الكرام أُوسيكم وإيا بتقوى الله وطاعده لعلمكم تسلحون معاشر المسلمين جمه يمه رحماني ورحمكم الله kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tentulah mempunyai kekurangan dan kelemahan serta sifat yang serba terbatas sehingga dalam hidup sehari-hari selalu menghajatkan pertolongan pendeknya bagaimanapun kekuatan harta dan kedudukan seseorang tidaklah bisa menjamin buat hidup sendiri secara mutlak untuk inilah Allah berfirman وَتَعَوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَلُ عَلَى الْإِذْمِ وَالْرَضُوَانِ bertolong-tolonganlah kalian dalam perbuatan kebajikan dan taqwa dan jangan kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan perusuhan tolong-menolong sesama ahmab Allah itu terbatas dalam perkalahir tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan dengan semua urusan itulah yang disebut dengan tawakkal yakni dengan berserah diri kepada Allah mengharap pertolongannya dengan sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap firman Allah SWT وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ dan kepada Allah lahandaklah bertawakkal orang-orang beriman معَنَ شُرَى اللَّهِ مُسْلِمِينَ جُمَّهُ جُمَّهُ رَحِمْ مَلِي وَرَحُمُكُمْ لُلَّهِ dari keterangan ayat di atas dapat diambil paham bahwa tawakkal itu hendaknya di lakukan dalam setiap urusan apapun atas dasar keyakinan cuma Allah yang menentukan keberhasilan semua usahanya itu yakni setelah kita berikhtiar dan menyerahkan kemampuan yang ada dalam suatu pekerjaan misalnya lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah agar dia memberikan keberhasilan atas usaha ikhtiarnya itu jadi arti tawakkal bukan berarti menyerah tanpa usaha bergantung nasib atau santai-santai saja namun harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya maka dengan itulah Allah memberikan kehidupan yang baik bagi mereka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan topik dan hidayah kepada kita agar senantiasa kita bertawakkal kepadanya amin Allahumma amin اللهم صلي وسلم على عدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة والسلام أن لا يمتزمني ليوم المصير أما بعد فيا أيها العظر والكرام قوسيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فازل المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يسلل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سعيدنا محمد الفاتحة لما أوليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قبله ومغذاره الغظيم اللهم ورد الخلف الراشدين أبي بكر وعمل أثمان وعلم وسر صحابة وتابعين وعلى مهل يا رحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذن شركاء والمشركين ودمر عداء الدين الله مغفر لنا ولمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين اللحياء منهم والأموات إنك سمع قريب مجيب تعوار يا ضدية الحاجات أغافر الظروب والختيئات ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخر سدوكنا عذاب النار عبد الله إن الله يأمر بالعدل الإحسان وإذا إذ القربا وينهى على قشان المكر والبغي عندكم لعنكم تذكرون أذق الله العظيم لذوقكم واسألهم من يوضيكم لذيكم لذيكم الله والسلام اشتركوا في القناة